وحول قرار الرئيس الأمريكي بمنع الجاديين من دخول الأراضي الأمريكية أوضح رئيس الجمعية الوطنية هارون كبدي بعض النقاط الهم نستمع إلى جزء من حديثه ترجمة الزميل محمود حسن ثامبو الاسمبلية الوطنية كانت مرحباً بشكل مرحباً بشكل مرحباً بشكل مرحباً إن الجمعية الوطنية لقد فوجعت بقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي يمنع دخول الأراضي الأمريكية لفئة من الشاديين بحجة عدم تعاون الشادي في الكفاه ضد الإرهاب إن صورة بلادنا بهذا القرار لقد شوهت وبالتالي قد تصنف ضمن البلدان التي تعتبر شريرة إن الشعب الشادي لا يمكن أن يقبل هذا القرار من دون شروحات ذات مصداقية نحن لن نفهم أبداً بأن تصنف بلادنا في نفس مخيم الصومال وليبيا المليئة بالجهاد العانف أو كوريا الشمالية التي تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يومي بتجاربها النووية المتكررة هل أن بلادنا هي التي سلحت ومولت بوكو حرام أو القائدة في بلاد المغرب العربي أو باقي الفاصيل الجهادية التي غزت شمال المالي هل لديهم قوائد خلفية في تشاد؟ الولايات المتحدة تعرف جيداً الدول التي تشكل أرضاً خصبها للإرهابيين والتي تقوم بتسليههم وتمويلهم هذه الدول لن تظهر في مرسوم رئيس البيت العبيض إن أمنية تشاد تتمثل في تقوية علاقات تعونها في إطار إستراتيجية متعددة للعطراف لمكافهة الإرهابي والجهاد العانيف لقد برحنت تشاد للمجموعة الدولية بأسرها رغبتها ومساهمتها في الميدان فيما يتعلق بالكفاه ضد العمال الإرهابية والمشاركة في كل المبادرات الثنائية في تنفيذ أو تقوية الهياكل من أجل كفاه فعال بقية استئصال الإرهاب والجهاد العانيف في الساحل وفي فضاء حوض بحير تشاد فضمن هذا الإطار يمكننا قبول المشورة من الأصدقاء بهذا التصيح الأعطال الفنية والإدارية المحتملة في جهاز تحكمنا الداخلي لذلك نناشد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بغيط إصلاع هذه الاختلالات وأن مرتكبي الانتهاكات يجب معاقبتهم